بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سلسلة ثبت علميا الحلقة الأولى المجال الطبي في هذه الحلقة نقدم 38 إثباتا من الإثباتات الطبية الحديثة رقم واحد نقص الأكسجين في الدم يسبب الأرق ليلا وجه أطباء الأمراض الصدرية تحذيرا للناس من الاستهانة بحالات الأرق أثناء الليل والنوم المتقطع المرتبط عادة بالوخم أثناء النهار والرغبة الشديدة في النوم مع العصبية وعدم التركيز حيث أثبتت الدراسات العلمية الحديثة التي أجريت على مستوى العالم أن هذه المظاهر ما هي إلا أعراض لنقص الأكسجين في الدم والذي يصل إلى مرحلة خطيرة بزيادة ضغط الشريان الرأوي مما يؤدي إلى هبوط في عضلة القلب في البطين الأيمن ومن ناحية أخرى حذر المتخصصون من محاولة التغلب على الأرق بتناول الأقراس المنومة أو المهدئة حيث تؤدي إلى خلال أكبر فبدلا من أن يتنبه الشخص أثناء نومه نتيجة لنقص الأكسجين في الدم ومحاولة التنفذ بصورة طبعية تقفل الحواس وتشل مراكز التنبيه في المخ نتيجة للمادة المخدرة مما يهدد حياته وقد ثبت من خلال هذه الدراسات أن النوم المتقطع أثناء الليل لا يحدث عادة كما هو معتقد نتيجة لكبوس وإنما هو رد فعل طبيعي من الجسم حيث تقل نسبة الأكسجين في الدم وتزيد نسبة ثاني أكسيد الكربون مما يحدث اضطرابا في التنفس ينتج عنه اضطراب في النوم أما في حالات الاضطرابات النفسية فإن اضطراب النوم لا يصاحبه نقص في الأكسجين وثبت من الدراسات المعملية أن حرمان الشخص من النوم لساعات مناسبة ومتواصلة يؤدي إلى حدوث حالات الوخم أثناء النهار وذلك بالرغم من عدم وجود نقص في كمية الأكسجين في الدم والله أعلم رقم اثنين لا تشرب الشاي بعد الأكل مباشرة أثبتت الأبحاث العلمية أن الشاي له تأثير كبير في إعاقة امتصاص الحديد من الأطعم الشائعة كالفول والطعمية والعدس والبمية وغيرها مما يسبب الإصابة بالأنمية وقد أوصت تلك الأبحاث بكثرة تناول الفاكهة والامتناع عن شرب الشاي بعد تناول الوجبات أو تناول الشاي بعد ساعتين على الأقل من تناول الوجبات حيث تقل أضراره ويضيع أثره وقد تبين أن الفاكهة تساعد على انتصاص الحديد من هذه الأطعمة وبالتالي الاستفادة منها وهناك بحث علمي آخر يعز التأثير الضار للشاي إلى وجود مادة التانين فيه والتي تسبب حالة الإمساك وأشار البحث إلى أنه لكي يستطيع الإنسان التخلص من هذا الضرر فعليه أن يضيف اللبن إلى الشاي حيث أن باللبن مادة بروتينية هي الكازين وهذه تتفاعل مع مادة التانين وتقلل من تأثرها هذا فضلا عن أن اللبن سائل مغذن هذا والله أعلم رقم ثلاثة أفضل طريقة لشرب الماء ثبت علميا أن شرب الماء أثناء الأكل أو قبله أو بعده مباشرة يسبب وسر الهضن لأنه يخفف من العصار الهاضمة فلا تستطيع هضن الطعام جيدا وأن أفضل طريقة لشرب الماء هي قبل الأكل بنصف ساعة أو بعد الأكل بساعة أو ساعتين أما شرب الماء على الريق صباحا فإنه يقضي على الإمساك والله أعلم رقم أربعة أهم أعداء القلب أشارت الدراسات الحديثة إلى حقيقة علمية تقرر أن أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث أمراض القلب هي السيارة والتلفزيون والزوجة التي تجيد طهي الطعام فالسيارة تقلل من السير على الأقدام والحركة بوجه عام ويشجع التلفزيون على البلوس لساعات طويلة وهذا يؤدي إلى تدني حركات العضلات وتربيط الدورة الدموية أما الزوجة التي تجيد الطهي فإنها تضيف عاملا آخر من العوامل التي تساعد على حدوث أمراض القلب والدورة الدموية حيث تتناول معك قدرا كبيرا من الأطعمة التي تسبب السمنة وتصلب الشرايين وتلك تشكل خطورة بالغة على القلب والدورة الدموية يضاه إلى ذلك تلوث الهواء والماء والغذاء بالمواد الكيميائية والإشعاعات الذرية ثم أخذ الإنسان العصري يغرق نفسه في وابل من السموم المتمثلة في المخدرات والتدخين والمنومات والمنشطات والمهدئات التي أدمنها الإنسان وإذا كان الجسم السليم غير الملوس بهذه المواد الكيميائية والإشعاعات الذرية في حاجة مسى إلى ممارسة الألعاب الرياضية فإن الجسم الذي يتعرض لخطورة هذه الأشياء في أشد الحاجة إلى هذه الممارسة وذلك للتخلص من السموم المتراكمة في أنسجة الجسم وخلايا والتغلب على الأمراض التي تسببها هذه السموم حيث أن تنشيط الدورة الدموية بأداء الرياضة يساعد على تخليص البدن من المواد الضرة فضلا على أنه يساعد على الوقاية من العديد من الأمراض والله أعلم رقم خمسة الوقاية من السكتة القلبية أكدت الدراسات العلمية الحديثة تأكيدا قاطئا على وجود علاقة مباشرة بين مستوى ضغط الدم الإنقباضي والإصابة بالسكتة الدماغية والسكتة الدماغية هي النزف الدماغي الناجم عن ارتفاع ضغط الدم الإنقباضي وأن علاج ارتفاع ضغط الدم هو السبيل الأمثل لتجنب حدوث السكتة هذا ما أفض به دكتور شوينبرغ رئيس قسم الأمراض العصبية في المؤسسة الوطنية الأمريكية للأمراض العصبية بولاية ميرلاند وأشار إلى أهمية تشخيص نوبات قصور التروية الدماغية العابرة ومعالجتها والمنذرة بتعريض المريض مستقبلا للسكتة الدماغية والله أعلى وأعلم رقم ستة ارتفاع ضغط الدم يتأثر بالطعام ثبت علميا أن هناك ترابطا إيجابيا بين ارتفاع ضغط الدم وتناول المسكرات والشحوم المشبعة وملح الطعام الأمر الذي يؤيد الفرضية القائلة أن ضغط الدم يتأثر بنوع الطعام ففي دراسة لعينة عشوائية تناولت 8479 رجلا ومرأة تتراوح أعمار أفراد هذه العينة بين 30 إلى 46 سنة وهم في صحة جيدة وأن تمون إلى بلدتين في غربيف المندة اتضح من البيانات الخاصة بضغط دماء أفراد هذه العينة أن ارتفاع الضغط كان يتصاحب تصاحبا مستمرا مع تناول الشحوم المشبعة والكحول والإفراد في تناول ملح الطعام والله أعلم رقم 7 الشخير وضغط الدم المرتفع أوضح فريق من الباحثين في إحدى الجامعات البريطانية أن هناك علاقة وطيضة بين الأصوات الصادرة من الإنسان في أثناء النوم الشخير وبين ضغط الدم المرتفع وكذلك احتمال الإصابة بالذوحة الصادرية هذا وقد أجر الفريق بحثا شاملا على 3847 رجلا و3664 امرأة فأثبتت الإحصاءات العلاقة الوطيضة بين الشخير وضغط الدم المرتفع في كل الجنسين وثبت أن 9% من الرجال و13% من النساء يشخرون كمجرد عادة وأن الشخير يزداد كلما تقدم الرجل في السن وأكدت الإحصاءات أن السمنة من العوامل التي تساعد على الشخير حيث تبين أنه كلما زاد وذن الشخص زاد الصوت الصادر من أنفيه في أثناء النوم فضلا عن زاويت وشكل النوم فإنهما يلعبان دورا كذلك والله أعلم رقم 8 مرض السكر 1 أثبتت البحوث العلمية خطأ الاعتقاد بأن هناك نوعين من مرض السكر أولهما سكر البول والثاني سكر الدم فالسكر حينما تزداد كميته في الدم ويكون أكثر من قدرة الكلا على امتصاصه ينزل إلى البول أي أن وجود السكر في البول يعني وجوده في أغلب الأحوال في الدم بشكل أعلى من الطبيعي إلا في حالات نادرة جدا تكون فيها الكلا غير قادرة على احتجاز السكر الموجود في الدم تماما فيمر إلى البول وهو في حالته الطبيعية في الدم وتسمى هذه الحالة النادرة سكر كلوي وهكذا يصبح من الضروري أن يبدأ العلاج بتحليل الدم ونتيجة التحليل تحدد نوع العلاج المناسب والله أعلم رقم 9 الرجيم القاسي يسبب مرضا جديدا كشفت البحوث الحديثة عن ظهور مرض جديد وغريب اسمه لانوريكسيا نرفوزة وهو مرض بدأ يظهر وينتشر بين النساء وخاصة التي يعتقدنا أنهن بدينات فيمتنعنا عن الأكل مما يؤدي إلى ضعف العظام فتصاب عظامهن بالوهن ولذلك ينصح الأطباء المتخصصون بمزاولة الرياضة بانتظام لمنع ضعف العظام ومما هو جدير بالذكر أن هذا المرض يهاجم النساء التي يتبعنا رجيما غذائيا قاسيا ويتعمدنا إلى تعويض الغذاء بتناول العقاقير والفيتامينات بالإضافة إلى عقاقير سد النفس والعقاقير المثبطة للشهية والله أعلم رقم 10 زيادة الوزن والإضطراب العاطفي أوضحت الأبحاث والدراسات الطبية الأخيرة أن هناك علاقة وفيقة بين زيادة الوزن والإضطراب العاطفي والتوتر النفسي عند بعض النساء حيث أن أي توتر نفسي يؤدي إلى الطراب مركز تنظيم الشهية في المخ والذي يؤدي إلى عدم الإحساس ومن المعلوم أنه في مخ كل إنسان غدة اسمها الغدة السولامية تفرز الهلمونات وكلما زاد إفرازها كان الجسم نحيلا وكلما نقص إفرازها ساعد ذلك على السمنة وقد حاول الولماء عبثا التحكم في هذه الغدة التي تورث آثارها للأجيال والإضطراب في مركز تنظيم الشهية في المخ يؤدي إلى عدم الإحساس بالشبع والأكل بشراها كما أثبتت الأبحاث أن بدانة الرقبة والكتف ناتجة عن الشراها في الأكل وبدانة الأطراف نتيجة اختلاف الدورة الدموية والبدانة العامة سببها عصر في الهضم والناحية الوراثية وبدانة الجانبين فقط ناتجة عن كثرة الجلوس وبدانة الأرضاف سببها اختلاف الهلمونات ويظهر غالغ غالبا بعد سن الخمسة والأربعين والله أعلم رقم حداشر الصوم يزيد خصوبة الرجل أصفرت نتائج الأبحاث التي أجريت بكلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز أن صيام شهر رمضان يزيد من قدرة الرجال على الإخصاب وقد أكدت الدراسات التي أجراها أستاذ العقم والمستشار الفني لمركز أطفال الأنبيب دكتور سمير عباس أن عدد الحيوانات المنوية والهيرمونات لدى الرجال الذين يعانون من الضعف تزداد وتقوى نتيجة للصيام وذلك بعد أن قام بفحص الهيرمونات الخاصة بالغدة النخمية وهيرمون الخصيطين وتحليل عينات من دمائهم في ثلاثة أشهر هي شعبان ورمضان وشوال وذلك للوقوف على مقارنة عملية قبل وأثناء وبعد الصيام وأظهرت النتائج أن صيام شهر رمضان يزيد من منسوب الهيرمونات بصفة عامة وبالنسبة للذين يعانون من ضعف في هيرموناتهم ونخص في الحيوانات المنوية تبين أن الصيام يزيد من عدد الحيوانات المنوية وبالتالي يزيد من قدرتهم على الإخصاب والله أعلم رقم 12 الصوم وجهاز المناع الدفاعي يذكر دكتور يوري نيكولايف مدير وحدة الصوم بمعهد الطب النفسي بموسكو أنه خلال تعامله على مدى ثلاثين عاما مع أكثر من عشرة آلاف حال الصوم أو امتناع عن الطعام لفترات محدودة قد لاحظ أن أجهزة المناع أو الدفاع الكائن في الجسم كانت تنشط وتتحرك أثناء الصوم وتقضي على كثير من الأمراض ومما هو جدير بالذكر أنه من قديم الزمان قال أبو قرات أبو الطب إن كل إنسان يمتلك في داخله طبيبا وعلينا أن نساعد هذا الطبيب في عمله فإذا أكلت وأنت مريض فإنك غالبا ما تغذي مرضك وهو يقصد بذلك أن الامتناع عن تناول الطعام يساعد على الشفاء وصدق الله إذ قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وتزداد أهمية ذلك البحث من كونه صادرا من باحث جوع ملحد لا يعترف بالدين وفرائضه مما يدلل على عظمة الإيمان بالله واتباع تعليمه وما فرضه علينا من صوم وغيره من فرائض وكذلك يلاحظ أن كثيرا من الحيوانات تمتنع عن الطعام إذا مرضت إنها تفعل ذلك دون أن تستشير طبيبا أو تستمع إلى نصيحة بل إلهاما من خالقها الذي تكفل بها والله أعلم رقم 13 الصوم يزيل العناصر المضرة بالجسم ثبت علميا أن أربعة أخماس أمراضنا تنشأ عن تخمر الأمعاء فالمعدة دائما بيت الداء وأننا إذا امتنعنا عن الطعام بعض الوقت نزيل هذه العناصر المضرة ويقول أحد الأطباء العالميين دكتور جان فرمزين إن الصوم هو عملي غسيل للأحشاء فنحن نلاحظ في بداية الصوم أن لساننا قد أصبح مقسمة ويتفصد العرق من جسمنا وكثيرا ما يفرز مدته المخاطية وكل هذا دليل على أن الجسم قد بدأ يقوم بعملية غسيل كاملة ثم بعد ثلاثة أو أربعة أيام يصبح نفسنا لا رائحة له وتنخفض نسبة الحمض البولي ثم نشعر بخفة ونشاط وراحة عجيبة وقد تبين أنه في فترة الصوم تستمد الأعضاء غذائها من احتياط الغذاء في الجسم فالكبد غنية بالكلوكجين والدم غني بالبروتين ومخزون الدهن في الجسم يعادل 30% من وزنه عند الرجل و20% من وزنه عند المرأة وهذه كلها تغطي حاجتنا إلى الطاقة لمدة شهر على الأقل أي أننا حين نصوم نأكل من جسمنا نفسه ولكن بطريقة خاصة والله أعلم رقم 14 الرجيم القاسي والصوم علاج للسرطان أثبتت التجارب العلمية أنه يمكن السيطرة على نمو الأمراض السرطانية إذا ما صاحب العلاج صوم وريجيم قاسي يخفض من حجم الطعام إلى النصف ثبت ذلك من خلال تجارب أجريت مؤخرا على الفئران في مركز برونيكس الطبي في نيويورك تحت إشراف متخصص الأورام العالمي الدكتور لودك كوريسي وجدير بالذكر أن فكرة علاقة الطعام بعلاج السرطان قديمة ترجع إلى الثلاثينات والله أعلم رقم 15 السمنة وراء قلة الخصوبة وتأخر النمو أوضحت الدراسات التي أجريت بكليتي طب جماعتين القاهرة والأزهر ارتفاع هرمون البرولكتين الذي تؤدي زيادته إلى قلة درجة الخصوبة عند الرجل والمرأة وانخفاض معدل هرمون النمو وعدم اكتساب الجسم الطول المناسب وذلك لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة كذلك أوضحت تلك الدراسات قلة نشاط الإنزيم الطارد لعنصر السوديوم من الخلايا الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض معدلات إطلاق الحرارة داخل الجسم واختزان المواد الغذائية في صور الدهون مما يحدث السمنة وبالتالي القابلية للإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم وقد ثبت علميا أن عملية السمنة البسيطة ليست نتيجة خلال هرموني معين بالجسم ولكن نتيجة لمجموعة من التفاعلات حيث تتفاعل الهرمونات مع بعضها إما بالحث أو التثبيط فضلا عن العوامل المتداخلة وبعض نواتج تفاعلات التمثيل الغذائي التي تؤثر كلها في هرمون البرولكتين وهرمون النمو عن طريق التأثير على منطقة تحت المهاد الموجودة بقاع المخ وهو الجزء الذي يسيطر على نشاط الغد النخامية التي تفرض هذين الهرمونين فضلا عن ذلك فإن الإفراط في الطعام قد يؤدي إلى السمنة المصحوبة بمقاومة الخلايا لفعل الأنسلين مما يسبب الإصابة بمرض السكر والسمنة كما يذكر المتخصصون تحدث عادة عندما يكون محتوى الطاقة الكامنة في الطعام أكثر من الطاقة المطلوبة للنشاط الأساسي للجسم والنمو واستبدال التالف من الخلايا فتختزن في صورة نسيج دهني ينتشر تحت الجلد وفي الأحشاء ويكون توزيعه مرتبطا بنشاط الغدد الصماء كالغدة النخامية والدرقية والكورية والغدد الجنسية كما يلاحظ أن هيرمون البرولكتين له علاقة وفيقة بإضرار اللبن لدى الأمهات المرضعات وبدرجة الخصوبة سواء في الرجال أو النساء كما أوضحت الدراسات رقم 16 الماء والسمنة ثبت علميا أن تهرب بعض الناس من شرب الماء أو محاولة التقليل منه بقدر المستطاع خوفا من السمنة أو كثرة العرق مفهوم غير صحيح على الإطلاق حيث أن السمنة عموما أو تكون البطن اللي هو الكرش لا تكون من الماء الذي لا يحتوي على أي مواد غذائية يمكن أن تزيد من وزن الجسم فمهما شرب المرء من الماء فلن يتحول ذلك إلى دهون تزيد الوزن وتشير الدراسات العلمية إلى ضرورة التنبه إلى الخطأ الشائع وهو الخلط بين شرب الماء وبين شرب المثلجات فالماء وحده لا يؤدي إلى حدوث السمنة ولكن المياه الغازية هي التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك فهي تحتوي على السكريات فإذا شرب المرء منها بكثرة كانت قيمتها الغذائية تعادل وجبة دسمة أما بالنسبة لكثرة العرق فالقيام بالمجهود يصاحبه ارتفاع في درجة حرارة الجسم نتيجة للطاقة المتولدة وحتى يحتفظ الجسم بحرارته في المعدل الطبيعي فإنه يفرز العرق الذي يتبخر ويؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم التي ارتفعت نتيجة لأداء هذا المجهود من هنا يتبين أنه لا توجد علاقة مباشرة بين شرب الماء بكثرة وظهور العرق الشخص العادي يمكن أن يعرق حوالي نصف لتر يوميا من الماء دون أن يشعر بذلك وهذا هو الجزء غير المحسوس ولكن إذا زادت الكمية عن ذلك وبدأت ظهور فإن الكمية تكون قد وصلت إلى حوالي لتر يوميا وفي حالات أخرى أشد تصل الكمية إلى 3 لترات في اليوم الواحد في حالة الإصابة بالحمى وفي بعض الحالات النفسية قد يشرب المر 10 لترات من الماء في اليوم الواحد والله أعلم رقم 17 علاقة السمنة بروماتيزم الرجبة توصل فريق من الأطباء بكلية الطب جامعة الأزهر تحت إشراف دكتور محمد بسيوني أستاذ الأمراض الروماتيزمية بالكلية إلى نتائج همة لأول مرة حول علاقة السمنة المفرطة بروماتيزم الرجبة في دراسة علمية على مئة مريض ومريضة بالروماتيزم تراوحت أعمارهم بين 30 إلى 60 عاما نصفهم من المصابين بالسمنة المفرطة والذين تتراوح أوزانهم بين 90 إلى 125 كيلو جرام والنصف الآخر من معتدل الوزن والذين تتراوح أوزانهم بين 55 إلى 65 كيلو جرام أكدت نتائج الفحوص الطبية زيادة نسبة الإصابة بروماتيزم الرجبة بين أصحاب الأوزان الثقيلة بمقدار الضعف بالمقارنة بنسبة إصابة معتدل الوزن فضلا عن الإصابة بالضعف الشديد في أعضلات البطن مما ينعكس بصورة مباشرة على عظام الساقين حيث تصاب بالتقوس نتيجة لزيادة الوزن وقد تميز نحو 80% من ركب المصابين بالسمنة المفرطة بالخشونة الزائدة في حين انخفضت هذه النسبة إلى 40% في الأوزان الطبعية كما ظهرت النتائج ضعف عضلات الفخذين بنسبة 52% من أصحاب الأوزان السقيلة في حين انخفضت هذه النسبة إلى 24% بين أصحاب الأوزان الطبعية وقد أوضحت صور الأشعة وجود ضيق بين الفقرات القطنية خاصة الفقرات الخمسة العجزية الأولى مع وجود انحناء زائد في الفقرات إلى الأمام وتقوس عظام الحوض إلى الخلف وانثناء الرجبتين إلى الأمام لحفظ التوازن مما يجعل جسم البدين على هيئة حرف S ويعتبر سمك طبقة الجلد في منطقتين الغراع والبطن من الملامح المميزة لحالات السمنة فإذا زاد سمك جلد الغراع عن 1.5 سنتيمتر يعتبر الشخص مصابا بالبدانة وقد لوحظ أن هذه الأبعاد تصل إلى 5.5 سنتيمتر في حالات الزيادة المفرطة في الوزن كما لوحظ أنه لا توجد علاقة واضحة بين زيادة الوزن وتقدم الشخص في العمر والله أعلم رقم 18 السمنة تسبب تآكل الغضاريف ثبت علميا أن السمنة ولا سيما إذا كانت مفرطة تؤدي إلى تآكل في الغضاريف وتؤثر على المفاصل نتيجة الاحتكاك والضغط المفصلي الذين يعملان على تفتيت الغضاريف داخل المفصل ولا سيما مفاصل الربة والفقرات القطنية للعمود الفقري ومن أهم مضاعفات ذلك أن الغضاريف تختفي نهائيا ويتحول المفصل إلى مفصل عظمي تماما ولا يتحمل الثقل أو الحركة ويضطر الشخص إلى الخلود للراحة ويدخل في دائرة مفرغة من زيادة الراحة وعدم الحركة فيزداد الوزن أكثر وأكثر وكلما زاد الوزن قلت الحركة فضلا عن الآلام أثناء الحركة أو العجز عنها والله أعلم رقم 19 عظام الجمجمة أكثر مناطق الجسم مقاومة للإشعاع أوضحت الدراسات التي أجرها علماء المركز القومي للبحوث أن السيراميك المستخدم كبدائل حيوية تعويضية للعظام تزداد مقاومته للإشعاع مع ازدياد نسبة الكالسيوم إلى الفسفور مما يعني أن عظام الجمجمة أكثر مناطق الجسم مقاومة للإشعاع لازدياد هذه النسبة بها لحماية المخ ومما هو جدير بالذكر أن السيراميك المستخدم كبدائل حيوية تعويضية للعظام يناظر في تركيبه الكيميائي العظام الآدمية وقد تم استخدام العظم الحيواني وكذا كيمويات فسات الكالسيوم الثلاثي لتركيب هذه الأجسام والله أعلم رقم 20 الضوضاء خطر يهدد الإنسان أوضحت الدراسات الميكروسكوبية للأذن الداخلية للحيوانات التي عرضوها تجريبيا للضوضاء كيف أن هذه الخلايا تتورم ويتغير شكلها وإذا لم تحدث فترة سكون بين فترات الضوضاء بحيث تتيح لتلك الخلايا أن تشفى مما تعانيه فإن العطب في هذه الحالة يصبح أبديا وبالتالي يصبح فقدان السمى أبديا وعادة يصاحب صمم الضوضاء صمم الأعصاب فكثيرا ما يكون هناك رنين يكاد يذهب بالعقل داخل الأذن ويعرف طبيا باسم طنين الأذن ويشعر الشخص وكأن هذا الطنين صادر من داخل الرأس ويشبه صفارة أو رنينا عاليا إن الضوضاء حتى إن لم تسبب الصمم يمكن أن تغزو ساعات النوم مثلما تغزو ساعات الصحو وتشتت الذهن وتحبط الاتصال الشفوي بين الكائنات البشرية إلى حد يذهب العقل وقد ثبت أن الضوضاء تؤثر على انقباض الأوعية الدموية وخاصة التي تغذي الحلزونية وروحظ أيضا أن تمدد أوعية المخ الدموية يسبب الصداع عند بعض الناس وكذلك التغيرات التي تحدث للأوعية الدموية تؤثر على القلب والحل إذن هو الإبتعاد عن الضوضاء ومحاولة نشر الهدوء بقدر المستطاع ومن دواعي العجب أن الشخص المصاب بصوم الضوضاء كثيرا ما يجد مشكلة في تمييز الكلام وصديئة تسودها الضوضاء فالأصم من الضوضاء يفقد القدرة على سماع الترددات العالية فهو لا يستطيع أن يسمع الناس حينما يصيحون وسط خلفية صاقبة لأن الأذن تفقد كفاءتها في تمييز الكلام عندما تصل مستويات الصوت إلى ترددات عالية تضيع في الضوضاء التي تبتلعها ابتلاعا ومعظم فقدان السمع المؤقت بسبب الضوضاء يحدث خلال الساعة الأولى أو الساعتين عقب التعرض للضوضاء المسرفة وكذلك يحدث معظم الاسترداد السمعي في الساعة الأولى أو الساعتين عقب توقف الضوضاء التي أحدثت الصمم وعندما يزول مصدر الضوضاء وتأخذ الأذن فترة راحة ينتهي صمم الضوضاء المؤقت وترجع الأذن لحالتها الطوعية حتى إن كانت هذه الأصوات لا تصل إلى حد الإضرار الجسدي هناك موجات صوتية تستطيع إحداث ذلك الإضرار وقد وجد أن الواقعين تحت تأثير الضوضاء قد فقدوا اتزانهم الانفعلي وأصبحوا أكثر عصوية وأشد ميولا للعدوانية في معاملتهم وليت الأمر ينتهي بانتهاء الضوضاء وإنما تأثيره يستمر على الشخص فترة قد تطول فيظل ينفعل ويثور ويتهجم لأدفه الأسباب حتى يبدو هذا الشخص وكأن به مسا من جنون أو به سفها فإذا كان الحال كذلك فلا عجب أن تسوء العلاقات بين الناس ويكثر الشجار ويسود العدوان ولا سيما عندما تنتشر الضوضاء في كل مكان ولا تنقطع بل تتزايد وتعلو بل أخطر من ذلك كله أنه ثابت علميا أن الضوضاء الشديدة تفقد الإنسان سمعه ومن ذلك تبين أن سكان الأدوار العليا في المناطق التي تمر في سمائها الطائرات وما تصحبه من ضغيج ينتج من طيرانها وكذا رواد النوادي الليلية التي تقدم فيها الموسيقى الساخبة يتعرضون لفقد السمع أكثر من غيرهم كما أن الذين يعيشون قرب مناطق ذات حركة مرور ثقيلة مزدحمة يتعرضون لمستويات ضوضائية عالية ذات تأثيرات ضرة وقد أجرت وكالة حماية البيئة في أمريكا بحثا كانت نتيجته أن ثلاثة ملايين من الأمريكيين يعانون من فقدان السمع بالتأثير وقررت مصلحة العمل قواعد معينة بموجبها يسمح بالعمل فقط لمدة ثماني ساعات يوميا للعاملين الذين يتعرضون للضوضاء ذات الشدة 95 ديسبيل وساعتين يوميا لمن يتعرضون للضوضاء التي شدتها 100 ديسبيل وهكذا كما ثبت علميا أن الإصابة بالأمراض ذات الصلة بالتوتر كالضغط العالي والقرحة قد تزيد بالتعرض للضوضاء المزعجة وتشير الأبحاث إلى أن الضوضاء ذات الشدة العالية تؤدي إلى تغيرات وأنشطة جلدية من جراء تضييق في الأوعية الدموية القريبة من الجلد وإلى زيادة في إفراضات بعد الغذة مثل الإدرينالين ولعل أقرب الأبحاث الطبية كان على التأثير المباشر للضوضاء على ضغط الدم ذلك لأن تأثيرها يؤدي إلى ارتفاع الضغط مباشرة وبالعكس فإن الهدوء والسكينة يؤديان إلى انخفاض حتى في المصابين بأمراض ارتفاع الضغط وبالتالي فإن مضاعفات ارتفاع الضغط قابلة للحدوث وبنسبة أكبر بكثير في الأشخاص الذين يتعرضون لانفعال مفاجئ أو لصوت مرتفع أو حالة ضوضاء فجائية وتؤكد كل الإحصاءات الطبية أن نسبة الإصابة بأمراض الشرايين والجهاز الدوري والقلب بما في ذلك ضغط الدم أكبر في قائد السيارات والسبب يرجع إلى الإنفعالات الكثيرة التي يتعرضون لها مثل الضغط وغيرها والجهاز العصبي يتأثر بالضوضاء في صور التنبيهات كهربية تعبر الألياف العصبية حتى تصل إلى أرقى منطقة وغيفية بالمخ وهي لحاء المخ فتتهيج خلايا هذه المنطقة التي تسعى إلى التعرف على الخواص المختلفة للضوضاء وتثير التنبيهات الكهربية مناطب تحت لحاء المخ ولا سيما تلك التي تعرف بالتكوين الشباكي وينجم عن هذه الإثارة تهيج في الجهاز العصبي اللا إرادي خاصة الجهاز السنبثاوي الذي يؤثر بالتالي على الكثير من أعضاء الجسد في السرع القلب في دقاته ويرتفع ضغط الدم وتتقلص بعض عضلات الجهاز الهضمي وتتأثر إفرازات المعدة وغيرها من إفرازات أخرى حتى إفرازات الغضد الصماء الهرموريات مثل الإدرانالين فإنها ترتفع في الدم لتصل إلى أعضاء الجسم المختلفة لتساهم بدورها في التأثير عليها ومؤذرة فعل الجهاز السمبثاوي وبالتالي فإن التغيرات التي تحدث في الجسم بفعل الجهاز الهضمي والهرمونات تحدث الضرر البالغ بالصحة إذا ما طال مداها الغريب في الأمر أنه قد ثبت علميا أن للضوضاء تأثيرا على الإبصار فتظل حضقة العين منتفخة أكثر مما ينبغي وقد يؤثر هذا على أداء من يعمل في مهنة تحتاج إلى دقة بصرية وهذا قد يكون سببا من أسباب الصداع الذي يشكو منه بعض الناس عندما يجهدون أعينهم تحت ظروف يتعرضون فيها للضوضاء وتضيف الدراسة قائلة الضوضاء إذن مسؤولة عن الكثير من شكوى الناس كبيرهم وصغيرهم فإذا كنت تشكو من ضعف في السمع أو في الإلصار أو تشكو من الصداع أو عدم القدرة على التركيز أو من الإنفعال الزائد والعصبية في تعاملك مع الناس أو لاحظت على ابنك عدم توفيقه في الدراسة أو على طفلك الرضيع ضعفا في مهارته أو غير ذلك فأعلم أن الضوضاء مكانها قفص الاتهام وتنصح تلك الدراسة بالسعي على التخلص من الضوضاء قبل أن تفعل بك ما فعلته بغيرك مؤكدة أن الوقاية خير من العلاج والله أعلم من تلك طائرة الكونكرد الفرنسية الإنجليزية ذات الضجيج الذي ينتج من طيرانها والآلات المستخدمة فيها فصوت ضجيج العادم النافث لها يصبح عاليا صاخبا شبيها بالرعد ولهذا سبب فإن مثل هذه الطائرات السريعة يمنع طيرانها فوق الولايات المتحدة الأمريكية بسرعة فوق صوتية وقد تبين أن الضوضاء الشديدة لهذه الطائرات لها أضرار خطيرة تأخذ سلاف مراحل الأولى ضعف في السمع لفترة محدودة ثم يعود لحالته الأولى بعد دقائق أو ساعات وهذا ما يحدث للذين يتعرضون لضوضاء عالية لفترات محدودة داخل المصانع والورش والأماكن شديدة الجحام والثانية ضعف مستديم في السمع لا يستطيع معه الإنسان سماع الحديث الخفيف أو الهادئ وهذا ينشأ نتيجة التعرض اليومي المستمر لضوضاء عالية والثالثة يحدث عندها الصمم الكامل المستديم وذلك نتيجة التعرض اليومي المستمر لسماع صوت عال مدون مفاجئ مثل أصوات الإنفجارات والقنابل والمدافع حيث إنه في هذه الحالة تثقب طبلة الأذن أو تنكسر ضيماتها أو تتلف الأعصاب الحسية ما هي وحدة قياس الصوت الصوت أو الضوضاء يقاس بوحدة قياس تسمى ديسبل أثبتت بها البحوث والدراسات أن الأصوات بقوة أكثر من 140 ديسبل تسبب آلاما وضوية لجسم الإنسان لا تستطيع الأذن البشرية أن تتحمله الأصوات بقوة 120 ديسبل تسبب آلاما عضوية وعصبية للإنسان الأصوات بقوة من 80 إلى 120 ديسبل ذات تأثير ضار على المدى البعيد المستمر الأصوات بقوة أقل من 80 ديسبل تعتبر أصواتا أو ضوضاء غير ضارة ومن ثم يجب تجنب المصادر المزعجة للضوضاء وخاصة غير الملفتة للنظر ويحبها الكثيرون دون معرفة خطورتها ومنها الموسيقى الصاخبة الحديثة التي تصدر أصواتا بقوة 100 ديسبل والآلات والحفارات المستخدمة في شقة طرق فتلك تصدر أصواتا بقوة 220 ديسبل وجرس التليفون المستمر يصدر أصواتا بقوة 70 ديسبل ويلاحظ أن معدل الصوت العادي الملائم للإنسان يكون بقوة لا تزيد عن 60 ديسبل وهي قوة صوت الإنسان العادي ولعل من أبرز الأمثلة الواضحة لكيفية تأثير الضوضاء على صحة الإنسان هو كيف يحس الإنسان بالزيادة الفجائية في ضربات قلبه عند التعرض لصوت مزعج أو عال أو صوت غير متوقع فجأة والأذن في الإنسان العادي يمكنها أن تسمع ترددات تقع ما بين 20 إلى 20 ألف دورة أو سيكل في الثانية أي ما بين 20 إلى 20 ألف هيرتز في الثانية ومع ذلك ومعظم الأصوات التي نسمعها هي خليط من الترددات وليست مؤلفة من تردد واحد ومن الناحية السيكولوجية فإن نقاء الصوت معناه نقاء التردد ويسمى نوع الصوت أو نوعية النغمة والله أعلم رقم 21 الموسيقى الصاخبة تساعد على فقدان ذاكرة ظهرت دراسة علمية تؤكد أن الموسيقى الصاخبة تساعد على فقدان الذاكرة أو على الأقل إضعافها وتبين من دراسة أجريت في ألمانيا مؤخرا أن ذاكرة تضعف بنسبة تتراوح بين 10% إلى 60% في أوصات عشاق الموسيقى الصاخبة وفي تجربة دراسية أخرى على 600 شخص ممن لا يستمعون للموسيقى الصاخبة وتتراوح أعمارهم بين 17 إلى 29 سنة تبين أن المصابين بدرجات متفاوتة من ضعف ذاكرة يشكلون 4% في حين كانت النسبة 21% بين الذين يستمعون إليها من المستويات نفسها والله أعلم رقم 22 العلاقة بين الضوضاء وارتفاع نسبة الإصابة بأمراض القلب أوضحت الدراسات التي قامت بها كليد طب جماعة نيامي الأمريكية بالتعاون مع وكار تحماية البيئة أن هناك علاقة وفيقة بين زيادة الضوضاء وارتفاع درجتها وبين نسبة الإصابة بأمراض القلب فقد أثبتت الإحصائيات أن زيادة في الإصابة بجلطة القلب والسكتة القلبية وخاصة في السن المبكرة تستمر مع التغيرات البيئية المعقدة مثل الإزدحام والضوضاء وما يصاحبهما من توتر عصبي وعدم استقرار نفسي وتؤكد الأبحاث وجود تغيرات في مكونات الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من توتر عصبي وقلق نفسي وتتمثل هذه التغيرات في زيادة نسبة دهنيات الدم ونسبة الكوليسترول وزيادة نسبة الإنسولين في الدم وزيادة قابلية صفائح الدم في الالتصاق ببعضها ببعض مما يساعد على تكوين الجلطة وزيادة نسبة إفراز الهرمون المنشط لإفراز هيرمون الكورتيزون الذي يسبب نقص مادة البوتاسيوم في عضلة القلب فضلا عن إمكانية حدوث السكتة القلبية وقد جاء في تقرير للصحة العالمية أن المستوى المسموح به للتعرض للضوضاء حوالي 60 ديسبيل وكلما زادت النسبة زادت احتمالات حدوث الأضرار المتعددة للضوضاء وسلامة وسرعة صيانة هذه الطرق وزيادة معدل التشجير على جانبي الطريق حيث ثبت علميا أن وجود ساتر من الأشجار يحجب حوالي 8 ديسبيل من ضوضاء الطريق هذا إلى جانب استخدام الحواجز لتقليل انتشار الضوضاء مثل الحوائط التي تستخدم أساسا كحاج الصناعي لسد الفراغات بين الحواجز الطبيعية مع التوصية باستخدامها على نطاق كبير لتجنب حدوث تردد الصوت بين الحوائط على جانبي الطريق ومن أهم الوسائل التطبيقية لمكافحة الضوضاء التي أوصت بها الندوة العلمية لمكافحة الضوضاء في مصر هي المكافحة عند المصدر بمعنى محاولة إقلال الضوضاء الصادرة وذلك بتغيير الخامات التي يحدث منها الضوضاء مثل تغطيط عجلات القطار بالمطاط كما هو الحال في متر الأنفاق أو بحصر الضوضاء داخل حيز من المواد العازلة للصوت فضلا عن ضرورة اتخاذ إجراءات تقوم بها الحكومة للحد من الضوضاء من إصدار قوانين تنظم حماية البيئة والأفراد من الضوضاء ولا سيما في ساعات الراحة وحول المنازل والمستشفيات وغير ذلك مما ترى فيه تشجيعا للحد من الضوضاء مع ضرورة مشاركة المتخصصين والخبراء في الصوتيات في تغطيط المشروعات الصناعية والمدن لاستفاء كل المواصفات اللازمة للحد من الضوضاء والله أعلم رقم 23 الدش الساخن ضار بالصحة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية أثبت عدد من الباحثين أن الاستحمام بالماء الساخن بواسطة الدش ضار بالصحة وفصروا ذلك بأن الماء الساخن ينتج عنه تحلل المواد الكيموية الموجودة فيه فتتبخر وبالتالي يستنشقها المستحم كما تتسرب كميات منها إلى داخل المنزل فيستنشقها أفراد الأسرة ومعظم هذه الأبخرة سامة وضارة بالصحة ولذلك ينصحون باستعمال الماء البارد والله أعلم رقم 24 الكف أكبر ناقل لعدوى الرشح أذاع فريقان طبيان أمريكيان أحدهما يمثل جامعة فرجينيا والآخر جامعة سكونش نتائج أبحاثهما المعملية فيما يتعلق بأسباب انتشار عدوى الرشح والتي أكدت أن العدوى تنتقل بواسطة اللمس بالأكف أكثر من انتقالها بواسطة السعال أو الوطاس كما كان معتقد إذ أن التصافح بالأيدي بين المريض والسليم ينقل الرشح بصورة أكيدة وفورية إلى السليم إذ أن أكف المصابين بالرشح عادة ما تلمس أنوفهم وعيونهم فتنتقل إليها جرثومة الرشح ومنها إلى أيدي الأصحاء فتنتقل إليهم عدواهم والله أعلم رقم خمسة وعشرين الإنفلونزا لا تنشأ من برودة الجو ثبت علميا أن ما اعتاده الكثيرون من إحكام إغلاق النوافذ والأبواب وإزدال الستائر في فصل الشتاء خوفا على صحة الأسرة من الهواء البارد يعتبر خطأا شائعا فالبارد والإنفلونزا والنزلات الشعبية وغيرها من الأمراض التي يزداد انتشارها في الشتاء لا تنشأ من برودة الجو وإنما تنتقل عن طريق ميكروبات وغيروسات خاصة تخرج من فم المصاب وأنفه أثناء الكحة والعطس والسعال وهذه الميكروبات والغيروسات تجد في الحجرات المغلقة فرصة العم لتتكافر بالملايين وتصيب كل من في المكان لذا تنصح الدراسات العلمية بتهويت الحجرات ودخول الشمس إليها طوال اليوم فذلك سلاح هام في الوقاية من أمراض الشتاء فمع دخول الهواء المتجدد للحجرات يدخل الأكسجين وتخرج الغازات الضرة وتقل بل قد تنعدم فرصة تكافر الميكروبات وبذلك تقل فرصة العدوى كما أن أشعة الشمس تقتل الكثير من هذه الميكروبات ومن هنا كان أهمية تهويت حجرات المنزل طوال النهار والحرص على ترك جزء من زجاج نافذة حجرة النوم مفتوحا في أثناء النوم والله أعلم رقم 26 النقرس ثبت أن النقرس يصيب الرجال بنسبة أكبر من النساء كما أن الإصابة تفضل ذوي الثراء وذلك لقدرتهم على تناول اللحوم التي تحتوي على نسبة عالية من حامد البوليك حامد البوليك له نسبة ضئيلة في الدم إذا زادت عن معدلها المعقول ترسبت أملاحه في المفاصل ونتج عن ذلك ما نسميه بالنقرس الذي يسبب تورما وحمرارا شديدا مصحوبا بألم شديد في مفاصل الجسم ولكن أكثرها هو مفصل الإصبع والله أعلم رقم 27 نقص الزنك وفيتامين ألف في الغذاء يسهل الإصابة بتليف الكبد أكدت الدراسات التي أجريت بكلية طب القاهرة أن نقص عنصر الزنك وفيتامين ألف يؤدي إلى التأثير على كفاءة الجهاز المناعي مما يسهل الإصابة بتليف الكبد وكذلك زيادة هذين العنصرين عن حد معين يؤدي إلى تسمم خلايا الكبد وإحداث تأثير مشابه للإلتهاب الكبد الوبائي وقد ثوت بالبحث أن البيتامين ألف والذي يتوافر في القدروات والمشمش والجزر يعد من البيتامينات الأساسية الضرورية لجسم الإنسان وله تأثير فعال على نمو الخلايا والجهاز المناعي بالجسم وبالتالي فنقصه يؤدي إلى ضعف المناعة مما يرفع من نسبة الإصابة بتليف الكبد أما بالنسبة لعنصر الزنك والذي يوجد في اللحوم الحمراء والخبز البلدي والموز والتفاح والحمص فقد لوحظة أن نقصه يؤدي إلى توغل البلهرسيا في الكبد وذلك نتيجة لضعف الجهاز المناعي للجسم ولذا فيستخدم عنصر الزنك في محاولة لإيقاف تطور مرض البلهرسيا في الكبد بتقليل ترسيب البويضات والحد من مضاعفاته والله أعلم رقم 28 نقص الزنك يؤثر على النمو أثبتت دراسة علمية أخرى أن نقص عنصر الزنك في الطعام يؤثر على نمو الأطفال ويسبب التقزم وهو قصر القامة وعدم التآم الجروح بالسرعة الكافية ونقص في حستي الشم والتذوق وتشقق الجلد ولا سيما في أماكن الثنيات كالفغزين وتحت الإبطين وأكدت الدراسة أن انخفاض تركيز عنصر الزنك في الطعام يقلل من وزن الجسم وكمية الطعام التي يتناولها الشخص كما يخفض من القيمة الغذائية للبروتين ومن ثم لا يستفيد الشخص من البروتين الذي يتناوله بالدرجة الكافية وبذلك توس الدراسة بضرورة الأخذ في الاعتبار بتركيز الزنك والبروتين في الطعام والله أعلم رقم 29 الإقلال من الملح علاج ثبت علميا أن الإقلال من الملح في الطعام وكذا الإقلال من الماء يساعد في علاج بعض أمراض الجلد الحادة المنتشرة بمساحات كبيرة في الجسم وذلك بعد أن تبين أن الإقلال من هذين العنصرين أي الملح والسوائل يعد فرصة للجلد للحد من الالتهابات الحادة ومن ثم الحد من المايكروبات التي تعيش على سطحه وخاصة إذا كان هذا السطح ملتهبا ومتورما وبه وفره من الإفرازات التي تعطي هذه المايكروبات هرصة للغذاء والانتعاش والنمو مما يزيد من حدة بعض أمراض الجلد لذلك نرى أن في الصوم هرصة للمساعدة في تلك الناحية العلاجية والله أعلم رقم 30 الإكثار من الملح علاج بينما كان الإقلال من الملح علاجا لبعض الأمراض الجلدية كان الملح هو العلاج الوحيد لها في الصيف كما يقول الدكتور عبد المنعم المفتي أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة القاهرة الذي ينصح بزيادة استعمال الملح في الصيف أو بتناول المخللات مع وجبات الأكل بعد أن تبين أن الملح يعطي الجلد ما يلزمه من الدفاع ضد الميكروبات الجلدية وفي الوقت نفسه ينصح بالإقلال من السكريات حيث أن العرق الذي يخرج من الجسم في الصيف يكون مصحوبا بنذبة كبيرة من السكريات والذي يصبح عاملا مساعدا على العدوى ويقر أن الملح له فوائد كبيرة ومنها أنه يدخل في تركيب جميع سوائل الخلايا بالجسم ولذا فعندما يشعر الإنسان بالتعب أو سرعة الإرهاق الذي ينتج أحيانا عن نقص الملح بالجسم في هذه الحالة تكون المخللات أحسن علاج والله أعلم رقم 31 التمرينات الرياضية لها فوائد لا نعلمها أظهرت دراسات علمية نشرت مؤخرا أن التمرينات الرياضية تحسن من حالة القلب وتخفض من ضغط الدم وتزيد من اللياقة البدنية وأيضا تزيد من معدلات الذكاء كما أثبتت التجارب أن هناك تحسنا في نفسية ممارس الرياضة إذ أنه يصبح أكثر استقرارا من الناحية العطفية وأقل توطرا من الناحية النفسية والتفسير الذي يريده العلماء لهذه الظاهر وأن الرياضة تتسبب في دفع كمية أكبر من الدم إلى المخ الأمر الذي يحرك الجزء المختص بالذكاء بصورة أكثر ويجعله أكثر تفاعلا كما أثبتت الأبحاث الحديثة أن ممارسة الرياضة تؤدي إلى انخفاض معدل الإصابة بسرطان الثدي عند المرأة وذلك من خلال عينة مكونة من 5400 طالبة جامعية بجامعة بوستن الأمريكية حيث تبين أن معدل الإصابة يصل إلى 86% بالنسبة للتي لا يمارسنا الرياضة بالجامعة في حين ينخفض معدل الإصابة بمرض سرطان الثدي عند الرياضيات بالذات ودللت تلك الأبحاث على أن الرياضة كنشاط حيوي تؤدي إلى حسن الاستفادة من الطاقة المخزونة بالجسم وفي نفس الوقت تنشط الأجهزة الهمة فتدفعها إلى العمل بكفاءة عالية جدا نتيجة لحسن التنثيل الغذائي للعناصر الغذائية المختلفة إلى جانب أن الرياضة تمنع الترهل الذي يصاحب حالات كثيرة من أورام الثدي حيث ثبت علميا أن الأورام لها علاقة باختلال التوازنات الهرمونية الموجودة بالجسم التي تقلل منها الرياضة نتيجة لحسن التنثيل الغذائي ومما يؤكد دور الرياضة في سلامة الإنسان النفسية والعقلية والدراسات التي أجريت على 16 بطلا من الألعاب الأولمبية حيث دلت نتائج هذه الدراسات على أن هؤلاء الأبطال أكثر ذكاء واستقرار عاطفية وثقة بالنفس وتفوق فكريا من الأشخاص الذين لا يمارسون الألعاب الرياضية وتشير نتائج دراسات أخرى إلى أن الأشخاص الرياضيين يتمتعون بصفات قيادية وقدرات فائقة في تكوين علاقات اجتماعية سريعة مع الآخرين كما يتميزون بصفات قياسية من النطق الفكري والاجتماعي والصفاء الذهني والثقة بالنفس وتبين الدراسات التي أجريت على العديد من الرياضيين أن الأشخاص الذين يتمتعون بلياقة بدنية عالية هم أكثر متعة بعملهم من غيرهم وأكثر تفاعلا واستجابة مع ما يدور حولهم من مواقف أحداث وتؤكد نتائج بعض الدراسات أهمية الرياضة في التحصيل الفكري حيث تبين أن الطلاب الذين يتميزون بلياقة بدنية عالية ويستذكرون دروسهم بانتظام يحصلون على درجات عالية في الامتحانات وذلك إذا ما قورنت درجاتهم بدرجات الطلاب الذين لا يمارسون الألعاب الرياضية كما تبين أن الرياضة تساعد في علاج مرض الوهم الذين تنتابهم حالات من الضعر والقلق والخوف من عواقب الأمور حيث عولجت تلك الحالات بممارسة رياضة الهرولة والتمرينات السويدية التي كانت تستغرق ساعة ونصف الساعة يوميا بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع ثم التحول بعد شهور إلى الألعاب العنيفة مما أدى في النهاية إلى إزالة المخاوف والقلق من نفوذ تلك الحالات ومن ذلك يتضح أنه كلما ارتفع مستوى اللياقة البدنية للأشخاص ازدادت ثقتهم بأنفسهم وتفاؤلهم واطمئنانهم للحياة وتمتعهم بعلاقات طيبة مع الآخرين والله أعلم رقم 32 الملاكمة لعبة خطرة قدم فريق كبير من الأطباء الإنجليز تقريرا يطار فيه الاتحادات الرياضية الدولية بإلغاء الملاكمة باعتبارها من الألعاب الخطرة أو العمل على الحد منها بعد تنظيمها وتوجيهها الاتجاه السليم ويذكر التقرير أن كثيرين من أبطال الملاكمة قد لا يشعرون بتأثير تهتك أم خاخهم من الضروات التي سددت إليهم في مباريات سابقة إلا بعد مرور عدة سنوات عندما تبدو عليهم مظاهر الفطور والوهن والعجز المبكر وهذا ما حدث بالفعل لبطل العالم السابق محمد علي كلي المعروف بصوته الجهوري الرنان فقد أصبح خافة الصوت بطيء الحديث وتلعثم اللسان يقول البروفيسور دينالد دينيبس أحد الأطباء السبع الذين وضعوا التقرير الطبي إن الملاكم قد يصاب بضربة مركزة في الصدغة تفقده سرعة الحركة فيشعر بإجهاد وإرهاق دون أن يفقد وعيه وقد يصاب بضربة في الرأس تهز مخه هزا دون أن تتلف أوعيته فيختل توازنه ويفقد ذاكرته لفترة من الزمن قصيرة أو طويلة تبعا لقوة الإصابة وقد يصاب ضربة قاضية في المخ تفقده التوازن والوعي معن وهي التي تحدث في معظم حالات النزف الخطر في المخ ومن المؤسف أنها الضربة التي ينتهي كل ملاكم فرصة تزديدها لخصمه من أول المباراة حتى نهايتها ويذكر التقرير أن حوالي ربعمية تسعة واربعين ملاكما محترفا ماتوا على حدبات الصراع منذ سنة الف تسعمية وعشرين بتأثير نزيف دموي في المخ نتيجة ضروات قاضية سواء في الرأس أو الصدغة أي بمعدل سبعة ملاكمين في السنة وهي نسبة عالية جدا إذا افترضنا أن الملاكمة رياضة مفيدة للجسم رقم تلاتة وتلاتين وأخيرا الطين علاج للأمراض العلاج بالطين طريقة أثبتت التجار بنجاحها في إحداث شفاء من كثير من الأمراض التي استعصت على العققير المسكنة والمهدئة والمنشطة وغيرها وأفادت الوقاية من آفات أخرى أي أن لها اتجاهين اتجاه نقائيا وعلاجيا في رومانيا أقاموا محطة استشفائية متطورة تقع بين البحر الأسود وبحير التكرفول ذات الطين البحر البارد والساخن والذي يحوي نسبة معدنية عالية من المواد الكولورية والسودية والكابريتية والمنجانيزية تبلغ من 7 إلى 8 في المية وطريقة تطبيق العلاج عبارة عن طلاء الجسم كله بالطين البارد أولا ويستلق المريض على ظهره لمدة من الزمن تختلف باختلاف الحالة مع دهن الجسم بالطين البارد والدلك والمساج اليدوي ثم بعد ذلك يا أخو حمام ساخن في بحير التكفويل ثم جلسات دلك باليد ثم طلاء بالطين البحري الساخن يعقبه حمام ساخن ثم استرخاء وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول التمس الرزق في خبايا الأرض وطلب العلاج والشفاء هو التماس للرزق أيضا يتم استخدام العلاج بالطين للمرضى القادمين من أمريكا والمجر ويجوسلافيا وجميع أنحاء أوروبا للوقاية من السمنة والسكر والطرابات النمو عند الأطفال والتهابات الجهاز التنفسي ونوبات الروب والأعصاب كما أفاد النساء في الوقاية من الاختلالات في العظم الهرموني وحالات الدوالي كما ينصح به لمن يمارس أعمالا فيزيائية متعبة أو لديه ميول نحو السمنة من المعلوم أن الجسم يضم جملة عصبية وجملة هدية هرمونية وهم المسؤولتان عن إدارة الكائن البشري الحي وهناك ترابط بين الجملتين قد أعلن مركب أبحاث أميس التابعة لكارة ناسا الأمريكية للفضاء أن الطين العادي فيه خصية تخزين ونقل الطاقة وذلك من الإشعاع الشمسي الطبيعي الذي تقذف به الأرض على الدوام وأنه يطلقها كفوق بنفسجي عندما يبتل بالماء أو يعالج ببعض المركبات العضوية أو يغف وأن هذه الطاقة يمكن أن تفيد جسم المريض المغمور داخل الطين بقصد الاستشفاء مما يعطي تفسيرا لأهمية استخدام العلاق بالطين ولا سيما تشوهات العمود الفقري وحالات الروماتزم المفصلي الحاد والنقرص وألام التهابات الشرعين من منشأ مرضي كما أظهر العلاق بالطين نتائج مذهلة في معالجة كثير من الأمراض الجلدية الإجزيمائية التي استعصت على المراهم والأدوية كما كانت النتائج طيبة ومشجعة في الأمراض التناسلية خاصة عند المرأة وفي المساعدة لإعادة وظائف الأعضاء العظيمة إلى طبيعتها بعد عمليات التقويم والتجبير كما أظهرت النتائج أنها تفيد في معالجة الدوالي في الساقين والأوعية الدموية غير أن الاستخدام الهامل الطين كان لمعالجة مرضين مخيفين لا يزال العالم ينظر إليهما بخوف وحظر ويضعهما على قائمة الأمراض المستعصية وهما شلل الأطراف والروماتيزم ومن المدهش أن امرأة مشلولة قادمة من مكان بعيد أدت المصح على عربة وخرجت بعد شهر تمشي على قدميها وقد ابتسمت لها الحياة من جديد وكذلك الأمر بالنسبة لشاب كان الروماتيزم يشل حركته فإذا به يكاد يطير من الفرح وقد خرج بدون ألم إطلاقا بعد أن كتب الله له الشفاء ويعتقد الأطباء الرومانيون أن الشوارد المعدنية التي يحويها الطين البحري في الوسط الساخن لها تأثير موضعي يفيد الإلتهابات الجلدية وإصابات الأوردة والمفاصل يمكن أن تنتص هذه الشوارد عن طريق الدوران لتؤثر في الجملة العصبية المركزية محدثة الفعل العلاجي بالتعاضد مع عمليات الدلك والتحريك والتمسيح والتمرينات الرياضية فتساعد على تحسين نفسية المريض وتشعره بالراحة والطمأنين وهدوء البال فيكتمع الإنسجام النفسي والروحي مع الراحة البدنية والله أعلم ثم 34 الدماغ والشهية وجد الباحثون أن أحد المكونات الكيميائية التي تم اكتشافها من قبل في الدماغ الإنساني هي في الوقت نفسه أهم مثيرات الشهية الغذائية ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاكتشاف دورا هاما في علاج ضعف الشهية والإضطروات الغذائية العنصر الكيميائي المشار إليه يسمى نيرو بالطيدي وعندما حقنت به مجموعة من الفئران انطلقت تأكل بنهم خلال دقائق وفي اليوم الثالث كانت تأكل ضعف ما تأكله عادة وخلال عشرة أيام زاد وزن الفئران عشرة أمثال ما كانت عليه من قبل التجربة والله أعلم رقم خمسة وتلاتين الدموع تريح الجسم أثبتت الدراسات العلمية من خلال إحصاءات أن بين كل واحد واربعين مريضا بالقرحة المعوية يوجد تلاتة وتلاتين شخصا على الأقل وصيبوا بهذا المرض نتيجة لكبت مشاعرهم بالحزن وعدم التخلص منها عن طريق الدموع فاختزنوها في أنفسهم مما أدى إلى إصابتهم بالقرحة في معدتهم كما تبين أن الذين يشعرون برغبة في البكاء ويقاومون هذه الرغبة لسبب أو لآخر يعانون من الطرابات عطفية خطيرة ومن هنا فالبكاء ليس ضرورة فيسيولوجية فحزب بل هو أيضا ضرورة سيكولوجية في الوقت نفسه والله أعلى وأعلم رقم ستة وتلاتين حاسة الشم ثبت علميا أن حاسة الشم تبلغ أشدها بين سن العشرين والاربعين أما بعد الثمانين فهناك خطر بفقد حاسة الشم وضعفها بالنسبة ثلاثة أشخاص من كل أربعة أشخاص وقد توفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة أجرات في اليمن وأثبتت تفوق النساء على الرجال في حاسة الشم أما بالنسبة للمدخنين فقد ثابت علميا أن التدخين يؤثر على الأعصاب التي تنتهي عند الأنف وأضافت الدراسة محذرة من فقدان حاسة الشم عند المتقدمين في السن حيث يعرضهم لأخطار عديدة منها عدم تمكنهم من شم الغاز والدخان الذين قد يعرضان حياتهم لخطر الإقتناق والله أعلم رقم 37 مخذكر أكبر من مخذ الأنفة أثبتت المحوصة الطبية أن مخذكور أكبر من مخذ الإناث وأن متوسط زينة مخذكر في سن البلوغ 1109 جرامات في حين أن متوسط زينة مخذ الأنفة عند البلوغ 1263 جرامة أي بنقص عن الزكر قدره 146 جرامة وإن كان حجم المخ وزنته في كل الجنسين في الغالب مناسبا مع تكوين جسديهما وزنت كل منهما كما دلت تلك البحوث على أن مخ الطوال سواء في الذكور أو الإناث أثقل وزنا من مخ القصار وإن كانت رؤوس القصار أضخم من رؤوس الطوال بالقياس إلى القوامة ذاتها غير أن الرؤوس الضخمة لا تعني بالضرورة ذكاء أكبر والمعروف علميا أن مخ الإنسان ذكرا كان أو أنفاء ينمو نموا سريعا في السنوات الثلاث الأولى من حياته ثم ينمو نموا متوسطا إلى السنة الثابعة من عمره ثم يضغط نموه في السنوات التالية إلى أن يبلغ نموه الكامل في الذكور في سن العشرين وفي الإناث قبل العشرين بأشهر قليلة ثم يبدأ المخ بعد سن العشرين في كل من الجنسين في الضمور فيتناقص وزنه بمعدل جرام واحد في كل سنة والله أعلى وأعلم رقم ثمانية وتلاتين ذكاء المرأة جاءت في الدراسة العلمية التي قامت بها جماعة كوروني الأمريكية أن معدل ذكاء المرأة أعلى من الرجل بالنسبة لتعليم اللغات وأن ذاكرتها بصفة عامة أقوى من ذاكرة الرجل هذا والله أعلى وأعلم وبذلك نكون قد انتهينا من الحلقة الأولى إلى أن نلتقي في الحلقة الثانية بعنوان الوقاية والعلاق بالغذاء لكم قال استحياتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر